بعد أيام على إطلاق ميليشي الحوثي صواريخ باليستية تجاه العاصمة الصعودية رياض حذر مجلس الأمن من تهديد الحوثيين للأمن الإقليمي والدولي كما عد المجلس إطلاق صواريخ باتجاه المدن الأهلة بالسكان مخالفا للقانون الدولي المجلس دعا إلى التنفيذ الكامل للحظر المفروض على تزويد ميليشيات الحوثي بالأسلحة والصواريخ الباليستية وزارة الدفاع الأمريكية عرضت صورا لأسلحة إيرانية الصنع زودتها بها قوات التحالف العربي بعد جمع حطام من الصواريخ والأسلحة التي يستخدمها الحوثيون في اليمن وهو ما اعتبرته الولايات المتحدة إدانة لطهران بعد اطلاعها على الألقام التسلسلية لهذه الأسلحة وهنا في هذا المستودع أدلة كافية لا جدال فيها لإنكار وإدانة إيران ودورها الخبيث في المنطقة تورط إيران في إرسال الأسلحة والصواريخ إلى ميليشي الحوثي في اليمن لم يعد بحاجة لأدلة جديدة فما يتم تهريبه في سفن تجارية وقوارب صيد عبر الموانئ اليمنية كافية لإماطة اللثام عن الدعم العسكري الإيراني في الشهر الماضي كشف محققون دوليون من منظمة أبحاث تسلح النزاعات عن وجود خط بحري لتهريب الأسلحة من إيران إلى ميليشي الحوثي عبر إرسالها أولا إلى الصومال قالت المنظمة التي تتخذ من بريطانيا مقرا لها إنها حللت صورا فوتوغرافية للأسلحة التي صدرت على متن هذه السفن خلال عمليات تفتيش تولتها سفينة حربية أسترالية وفرقات فرنسية وأمام الصمت الدولي والبيانات التي لن تخرج من نطاق التنديد والتحذير تواصل إيران في تنفيذ مخططاتها في اليمن الخسر الوحيد منها هو الشعب اليمني